ننتقل إلى الاندبندنت أيضا تظاهرات ليلية في إيران وإحراق مقر للبسيج في قم تتوصل الاحتجاجات في عدد من المناطق الإيرانية فليلة الاثنين والثلاثان طلقت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية مرددة شعارات مناهضة للنظام وأفيد بأن محتجين أحرقوا مقرا للبسيج وصورة لقاسم سليماني وكان قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم أيضا في شرقي إيران أمس الحدث الأبرز بحسب ما أعلنت وكالة إيران الاثنين وقالت الوكالة خلال عمل إرهابي حسب قولها قتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية والمنطقة من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية لبلوش العرقية وذكرت الوكالة الإيرانية أيضا أن التواجد القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان من دون تقديم مزيد من التفاصيل